موسيقى هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها موسيقى في يوم الاستقلال الأمريكي تصعيد للحراك الشعبي احراق عالمي البلاد والكونفدرالية والجمهوريون قلقون من ربط ترامب العنصرية موسيقى خالي بوف يتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستكمال التجسس لمصلحة دول أخرى تصاعد الخلاف الإيراني الأوروبي فما هو مصير الاتفاق النووي موسيقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدارة رافاييل ماريانو استفزاز وخضوع لإرادة واشنطن المتمسكة بتمديد حظر السلاح إلى طهران موسيقى مرحبا بكم أن يحرق متظاهرون أمريكيون عالم بلادهم تعبيرا عن غضبهم ليس جديدا لكن أن يحرقوه في يوم الاستقلال مع عالم الكونفدرالية فهو أمر يحمل أبعادا كثيرة يوم حمل عودة لزخم التظاهرات المنددة بالعنصرية لكن هل يرتد إحراق العالم على المتظاهرين في ضوء رفض نسبة كبيرة من الأمريكيين لهذه الظاهرة؟ وهل يضعف ذلك زخم احتجاجاتهم؟ ولسيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتفية بالعيد يصر على الحفاظ على الرموز الأمريكية ورموز الكونفدرالية بحسب صحيفة واشنطن بوست التي نقلت قلق الجمهوريين من خسارة السلطة بسبب ربط ترامب العنصرية لأن الأخيرة وبحسب الصحيفة أيضا يريد الحفاظ على الهيمنة البيضاء على البلاد على رغم مؤشرات تراجع شعبيته بين البيض وخصوصا من كبار السن في ملفه المسائية الثاني اتهام وجهه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس لمصلحة دول أخرى وهي الوكالة المعروف مديرها رافاييل ماريانو بن حيازه الكامل لواشنطن المصر على تمديد حظر الأسلحة على طهران وكل ذلك وسط تصاعد الخلاف الإيراني الأوروبي حول الاتفاق النووي فما هو مصير هذا الاتفاق؟ إذن هذه عنوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيفين من واشنطن مدير معهد السياسات الدولية في واشنطن الدكتور باولو فانشيراك معنا أيضا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور محمد مارندي مرحبا بكما وشكرا لانضمامكما إلينا في المسائية وقبل أن نعقد دائرة نقاشها اسمح لنا أن نبدأ بهذا التقرير حيث شهد يوم الاستقلال الأمريكي تصعيدا في التعبير عن الغضب الشعبي وصل إلى حد إحراق العلمين الأمريكيين على ملويات المتحدة والعلم الكونفدرالي فهل يشير ذلك إلى انعطافة جديدة في الاحتجاجات أم يرتد على المتظاهرين ويضعف زخم اعتراضهم هبا محمود في المسلسل الشهير عن السياسة الأمريكية هاوس أوف كارتز قلبت نتفليكس العلم الأمريكي رأسا على عقب وأكملت رسالتها الصادمة بمشهد لرئيس يحرق العلم رمزية وتطابق مع واقع نشهد فيه اليوم أمريكيين يحرقون علم بلادهم وفي يوم الاستقلال إجمالا هذا ليس بجديد لقد حدث في الأعوام الماضية لكن حساسية مشاهد هذا العام تكمن في تكرارها وانتشارها وعلو صوت الصخط فيها كل رمزية أمريكية مستهدفة لا العلم بمن أن نأول الشعار الشهير المرتبط بعظمة أمريكا لا يحتاج المرء للإبحار في ردود الفاعل لإدراك أن أحراق العلم الوطني لأي بلد سيغضب شريحة واسعة من أبنائه فالمعركة أصبحت معركة رموز بين الطرفين ترامب يريد الحفاظ على رموز الكنفدرالية والحرب الأهلية في تلك الحقبة التاريخية الحساسة من التاريخ الأمريكي أعلن عدد من الولايات الأمريكية انفصاله وجعل العلم الكنفدرالي عالمه لذا قد يتقبل كثير من الأمريكيين حرق هذا العلم خلال الاحتجاجات الحالية لكونه رفع ضد العبيد والاتحاديين ولكن نسبة واسعة منهم لن تبتلع حرق العلم الوطني يقف المتظاهرون الغاضبون إذن عند الخط الأحمر وعند هذه النقطة المفصلية تحديدا قد تنقلب الآية في حال جرى تجاوزها هم يريدون بلا شك تغييرا بنيويا جذريا ولكنهم أيضا يغامرون بمدى تقبل شريحة واسعة من الأمريكيين لتصرفاتهم ترامب الذي يقول إنه متمسك بالحفاظ على ما يسميه الإرث الأمريكي يعني فيما يعنيه الهيمنة البيضاء على البلاد ورغم المؤشرات على تراجع شعبيته بين البيض هو يملك قاعدة قوية بينهم هذا عدا عن كونهم غالبية مقارنة بالصود الذين لا تتجاوزوا نسبتهم في البلاد بأحسن الأحوال 14% دكتور باولو فانشراك في عيد الاستقلال الذي يفترض يكون عيدا لكل الأمريكيين يبدو المشهد مختلفا بدلالة كبيرة أسألك عنها عن أبعادها أن نرى الأمر بهذا الشكل الاحتجاجي وبحرق العلم الأمريكي إضافة إلى العلم الكومفيدرالي ما الدلالة التي يمكن أن نصل إليها انطلاقا من هذه المشهدية في يوم الاستقلال نعرف بالطبع أن يوم الاستقلال هذا العام يحصل غداة الكثير من الاضطرابات في الداخل الأمريكي بالطبع لازم كذلك نواجه حالة طوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد المستجدة وقد فرض ضغوطا كبرى على الجميع على المستوى الاقتصادي وأثارت مخوف الكثر وأدت إلى وقوع الكثيرين في قبضة البطالة ضغوط كثيرة إذن ثم شهدنا بالطبع الحادثة المؤسفة والمحزنة جدا في مينيابلس عندما قام عنصر في الشرطة بقتل الرجل الأمريكي الإفريقي من دون أي سبب ومسوغ وهذا أدى إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل ونعرف ما حدث بعد ذلك حيث بدأ أن يتظهرون وحصلت الكثير من أعمال الشهب ولكن كذلك درت الكثير من حلقات التفاوض على هامش هذه المفاوضات والتي أفضت إلى الكثير من الإجراءات الملموسة البعض منها كان رمزيا لكنها أفضت كذلك إلى تبديل بعض التشريعات على مستوى الولايات في الجنوب حيث قامت هذه الولايات بإنزال أعلامها تقدير عمل العالم الكونفدرالي لأنه يرمز لتمرد السابق والعهد العبودية لكن ما هو وضعنا اليوم في ظل كل هذه التطورات؟ يبدو أن رئيس ترامب قد أعقد قراره ويعتقد أنه قادر على قيادة كل هؤلاء الذين تحركهم مشاعر قومية واحترام التاريخ وتقاليد هؤلاء الرغبون بالحفاظ على الوضع رهن كما هو وأعتقد صراحة أنه في هذه المرة قد فشل في أن يتنبأ الأوضاع وحدثه كان مخطئا فمعظم الأمريكي لا يعتبرون الأمر على هذا النحو هم يدعون إلى معالجة هذه الاختلالات على مستوى معاملة الشرطة والتخلص من مختلف أشعارات وتمافي الكونفدرالية لكن دكتور سامحني على المقاطعة المشهد اليوم طلاقة من عيد الاستقلال قد يبدو يحمل أبعاد مختلفة حتى مسار الاحتجاجات أو ربما أعطى زخما أكبر للاحتجاجات التي تحركت على خلفية مقتل جورج فلويد كان الجميع في حينها إلى اليوم بانتظار خطاب أمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا لم يحصل كما أنه فوت الفرصة بعيد الاستقلال وكأن مشهد ما قبل الاستقلال يتكرر هناك مخاطبة لجزء من الأمريكيين هناك محافظة على إرث الكونفدرالية وما إلى ذلك وجهه دونالد ترامب انعكس أيضا على الشارع لكن مع دلالة كبيرة أن يتم حرق العالم الأمريكي في مثل هكذا يوم المشهد يبدو ربما يأخذ صورة مختلفة الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون لها مآلات أخرى بشكل سريع دكتور أعود لما قلته لتاو وأؤكد على ذلك أعتقد أن رئيس ترامب قد ارتكب خطأا إن كان قد ارتكب ذلك من باب الأعقيدة والاقتناء من باب الحسابات السياسية لأنه بات مصطفا إلى جانب أقليات من الأمريكيين نعم هي أقلية كبيرة لا شك في ذلك وأقلية نافذة لكنها تبقى أقلية وأهدافه لكي يفوز في الانتخاب من جديد في نوفمبر 22 هي ما تحركه من خلال توفير ذخيرة والزخم إلى هذه الأقلية من أصحاب البشر البيضاء من المحافظين رغبين بالحفاظ على الأمور على حالها بما في ذلك هم النتلبيدي وما إلى ذلك وقد يرضي هؤلاء بالطبع وهذا قد يرضيه إلا أن الأمر لن يؤمن له الفوزة في الانتخابات هذا ما أراه يحصل في نهاية المطاف وهذا هو المهم حيث أن كل الأمور ستحسم في الثالث من نوفمبر 22 ولا أعتقد أن هذه الاستراتيجية هي استراتيجية رابحة ربما ستؤمن له 30-40% من الأصوات إن أمكن لكنني أخشى لا يكون ذلك كافيا للفوز ما حصل عام 2016 كان استثنائيا وقد حلفه الحظ حلفه الحظ بشكل كبير وقد فاز بعديد كافي من الأصوات لكن الآن الوضع مختلف والناس تمكنوا من التعرف إليه عن كثب خلال ولايته الأولى واليوم فيما ينعم بالدعم الحماسي لقصد من السكان لا أعتقد أن هذا القصد من السكان سيكون كافيا ليفوز في الانتخاب من شديد هذا هو تقويم للأمر وكان بإمكانه بالطبع أن يقدم خطابا توفقيا يوحد صفوف خطاب إخاك لكنه لم يفعل تلك تحدث عن فرض النظام والحفاظ عن الإرث والتمثيل وما إلى تلك ومشتتا بحد علم هذا الأمر لا يتوافق ومساج الأمة وهذا العنوان الأساسي بمثل هكذا يوم حول الاحتفالية إلى حملة انتخابية شلسة معددا أعداء يريد أن يقارعهم في مكان ما حتى جزء من الأمريكيين تحت عنوان يوصفهم باليسار راديكالي أو الفاشين أو ما إلى ذلك سمح لي بالانتقال الدكتور محمد مارندي لا أدري كيف تتابع دكتور مارندي المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا في يوم الاستقلال أن يخرج متظاهرون يتحدثون يحرقون العالم الأمريكي وأيضا يقولون بأمريكا ليست عظيمة هذه رسالة مباشرة أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجهوا مشكلة طفيفة في الإصغاء إلى الصوت لمشاكل تقنية لكن اسمح لي أن أعود إلى أسس المشكلة من نفلة القول أن العنصرية ظاهرة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الأهلية ولم تحل في مستهل القرن العشرين وقد تدهرت الأمور خلال حركة الحريات المدنية في ستينيات القرن الماضي وأفضل ذلك إلى بعض التعديلات والتغيرات القانونية والتي على المستوى السطحي حققت المساواة بين الأمريكيين البيض والأمريكيين الأفريقيين لكن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأوضاع لم تتبدل إلى هذا الحد بالنسبة إلى البون الذي يفصل بين الجزئين من السكان إلا أن ما تغير وأعتقد أن هنا الأهمية هو أن طبق الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تشكل قوة نافذة الحد كبير وكانت تشكل السواد الأعظم بين المجتمع الأمريكي قد جرى تدميرها بصراحة القول منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي تقريبا قبيل اشتياح صدام للكويت وانطلاق الحرب التي شاركت القوات الأمريكية فيها فحلت ضيفة على المنطقة شهدنا كذلك على انهيار الاتحاد السوفيتي وعند ذاك الانهيار شعرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن النصر حليفهم وأنهم ما عدوا يواجهون أي منافس ديولوجي ثم الكثير من التنازلات التي كانت قد منحت التبق الوسطى انتهت فجأة وتحولت الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة كبيرة نحو المنح الليبرالي ورأي اسمالي وتحديدا في ظل إدارة كلينتون نلحظ أن الكثير من القوانين المعادية لمساء المتعلقة بالاحتكار قد شرى تثليلها وبالتالي شهدنا على تركز متنام للثروة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن عديدا أقل فأقل من الشركات كان يحقق ثروات طائلة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم نرى أن ست شركات أعلمية تملك معظم الوسائل العالمية أكثر من 90% منها من باب الدقة هذا أدى بدوره إلى التراجع التدرجي للتبقات الوسطى وأدى كذلك إلى استقطاع المجتمع الأمريكي بدل وجود طبقة وسطى صغيرة وتبقى فقيرة صغيرة نسميا وتبقى ثرية صغيرة اليوم طبقة الوسطى وتبقى الفقيرة صغيرتان إلى حد كبير وطبقة ثرية باتت تسيطر على المشهد وفي عام 2009 بعد اشتريح العراق وإسهاق تريليونات الدولارات على الحروب على العراق وأفغانستان وبشكل أساسي كذلك نظر للتغييرات التي تحققت في داخل الاقتصاد الأمريكي والفقاعات التي شهدها حصل الانهيار الاقتصادي أي أزمة العقارات والانكماش الهتمانية التي وقعت به هذه الطريقة الحكومة الأمريكية ومن لا شيء في الواقع قامت بسقي مليار دولار وأعطته للمصارف وذلك قد أتى من شيوب أبناء الطبقة الوسطى فلم تكن هذه الأموال موجودة بالتالي أعطت الحكومة هذه الأموال كدعم للمصارف التي كانت في أساس إطلاق الأزمة نتيجة لذلك الانهيار كان واضحا على مستوى الطبقة الوسطى لسيما في عام 2008 و2009 وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعافى ومن باب المفارقة ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية من خلال محاولات الإنقاذ هو أنها تؤثر تريليونات الدولارات للطبقة العليا أثرية ولسوق البورصة ولذلك نرى أن الاقتصاد الأمريكي في حالة سيئة في حين أن أسواق البورصة تبلي بلاء مبهرا بهذه طريقة نرى أن هذه التذبذبات دفعت بعديد غفير من الناس إلى قبضة الفقر وقسط كبير من المجتمع الأمريكي حتى من أبناء البشر البيضاء قد باتوا فقراء بعضهم قد قرر أن ينحى منحى اليمين فيلقي بالملامة على الغريب على الأجنبي وآخرون قد التحقوا بركب مطالب الأمريكيين الأفريقيين فيشعرون أنهم على متن السفينتين نفسها بالتالي المسألة اليوم عادت تتمحور حول العنصرية فحسب التطال كذلك عن عدم المستوىات الاجتماعية والاختلالات التي تحققت في الولايات المتحدة الأمريكية فأمريكا اليوم مختلفة كثيرا عما كانت عليهم منذ أربعين عاما وربما ذلك ينسحب أيضا على موضوع العنصرية في مكان ما دكتور مارندي على اعتبار على أنها قامت على أكتاف من اعتبرتهم يعني الطبقة الأقل على خلفية العرق واللون وما إلى ذلك دكتور باولو فانشراك ما رأيك بمطرحه دكتور مارندي وموضوع الكونفدرالية والعلم الأمريكي موجود وفيه أخذ ورد كبير بشكل كبير عليها لكن إلى أي حد حرق العلم الأمريكي قد يفيد دونالد ترامب في حملته التي يشنها إنجاز التعبير باتجاه المتظاهرين كون في جزء منهم رافض لحرق العلم الأمريكي بحد ذاته لسوء الحظ لقد جرى حراق العلم الأمريكي مرات كثيرة وذلك لمساواتنا عدة ترتبط حتى بحرب فيتنام والكثير من القضايا الجدلية المحلية إلى حد كبير والتي كانت محطة انقسام على مستوى الشعب الأمريكي وبالتالي بالطبع هذه الواقعة ليست واقعة دورية أو تحدث بين الحين والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية بل تبقى نادرة فلا حاجة لكي نعلق كثيرا على هذا الموضوع لكن كما ذكرت السابق نعتقد أن الرئيس ترامب بكل بصادة قد قرر أن يصطف خلف قاعدة شعبية ألف من أشخاص كيف عسي أقول ذلك هم محافظون ولكن بطريقة مطاربة بعض الشيء حيث يعتبرون أن الحفاظ على الوضع رهن على استاتيكو هو ما يحتاجونه أو أن استعادة الوضع رهن السابق هو المطلوب وبالطبع انظروا إلى الأمور بطريقة مختلفة على ضوء ما حصل أخلاء سنوات الستة أو السبع الماضية الطبقة الوسطى الأمريكية قد تضرد بشكل كبير نتيجة للعولمة حيث أن مسألة تصدير الوظائف قد أضر بها وبصورة أساسية نقل الشركات إلى الصين حيث كلفة العمالة كانت أدنى بشكل كبير ما سمح بالطبع للكثير من الأمريكين أن ينعموا بمنافع العولمة القائمة على إنتاج السلعي بكلفة عمالية متدنية فكما نعرف أن السلع الصينية متدنية الكلفة نظراً لتدني كلفة للجعالة في الصين لكن دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة بربما أطلب من ضيفين قدر مستطاع أن تكون الإجابات مختصرة حتى نستفيد من وجودكما وأيضاً أن نعرج على كل النقاط التي يفترض أن نعرج عليها في هذا الحوار دكتور الأمر ليس فقط مرتبط بنمط حياة أو أسلوب اقتصاد يدار في الولايات المتحدة الأمريكية بما قاله الدكتور مرندي وما تفضل بطرحه هي الأمر مرتبط عن دونالد ترامب عندما يقول الرجل في احتفالية بعيد الاستقلال بأنه سيقاتل من أجل حماية نمط الحياة الأمريكية التي بدأت عندما اكتشفها المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس أمريكا هذا يعيد الأمر إلى جزر العبودية حينما تم خطف أيضاً ناس من الأمريكيين الأفارقة وأفارقة وجلبهم إلى الأرض الأمريكية وبالتالي بناء الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة البيض هذا ينسح بما طرحته أيضاً الواشنطن بوست بأن دونالد ترامب يريد البلاد حتى تبقى عليها سيطرة أو هيمنة البيض أو قيادة البيض هنا جوهر الموضوع ونقطة الخلاف حتى والنقاش بالطبع نعم بالطبع حيث أن رئيس ترامب قد قرر أن يقف في صفي القطاع الأكثر محافظة من السكان ويثق بهولاء وأكرر هذا القصد من السكان يشكل أقلية لكنه يعتبر أنها ستكون كافية لكي يحقق الفاوز في الانتخابات هو رهان أقدم عليه فأعتقد أن هذا الدعم الشعبي سيؤمن له القاعدة الشعبية الكافية لكي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية في نوفمبر تشين الثاني بالطبع هو منحا محافظ ولا أعتقد صراحة أن كل دعم هم بالضرورة عنصريون لكن بكل بساطة من بينهم عنصريون كثر ولا مشكلة لدي بالإقرار بذلك وبتوصيف الأمر على أنه مخزن وترامب لا يمكن أن نقول أنه كقائد وزعيم هذه الأمة يفعل أفضل ما في وسعه لتوحيد البلاد بل يقسم الشعب بين هؤلاء راغبين باللقاء على وضعه على حاله وهؤلاء دعين إلى بناء مجتمعاً أكثر عدلة حيث تسود المساواة في الفرص كما ينصد الصور بالطبع توجد الكثير من الإشكاليات الأخرى التي تدخل في السياق ما يحدث لكنني أعتقد أنه من خلال الاستفاف في خلف هؤلاء الراغبين بفرض نظام وراغبين بمواجهة المتمردين أو المتظاهرين بالرصاص الحي وكأننا في خضام حرب أهلية لكننا لسنا في خضام حرب أهلية حصلت الكثير من أعمال الشغب لكنها لا تشكل وقاع يوميا حصلت بعض التجاوزات وهي مأسوفة لكن بشكل أساسي أن المظاهرات التي حصلت بعد مقتل السيد جورج فلويد كانت بشكل أساسي مظاهرات سلمية في معظم الأوقات وأعتقد كذلك أننا شهدنا موجة عرمة من تعاطف من مختلف إنحاء البلاد من مختلف الأطياف والتواجهات حيث دعا الجميع لوضع حد لأعمال العنف من جانب الشرطة وتعديل نظام الشرطة وأي عمليات تستهدف الأمريكيين الأفريقيين وأي قليات أخرى قد تلقى معاملة مشينة وغير عادلة من جانب الشرطة أو أي مؤسسة أمنيات أخرى أعتقد أن الوضع قد يبدو معقد على حد كبير وليمكن أن تحل المسألة بعجالة لكن يبدو لي وهكذا أنا أستقرأ الأمر كمحلل أن أكثرية الأمريكيين يدعون إلى الإصلاح إلى التغيير إلى التقدم والشمول الشمولية هذا ما يدعو إليه أسود العظم الأمريكي هقد أرى الأمر لكن الرئيس ترامب قرر أن يصفخ الفؤلاء الذين يمانعون هذه الأفكار والذين ينظرون إلى المتطهرين كمشاغبين وكأعداء للحرية كفاشيين أو كإرهابيين وقد تعددت الصفات والنعوت لكن يرونهم كأشخاص خطرين وأنا رئيس ترامب كرئيسكم هأنا أدافع عنكم في مواجهة هؤلاء يبدو الأمر أنه ضرب حسابي مثل الاهتمام لكننا أعتقد أنه من الحسابات الخاطئة لأن الناس الذين سيتمكن حتى من حشتهم خلفه ومن هؤلاء الذين سيدعمون رأيهم لن يشكلوا أكثرية هكذا أرى الأمر قد تثبت الانتخابات عكس ذلك لكنني أرى أنهم لا يمثلون على الأكثرية بالتالي في حال كان هذا النهش الذي يتبعه ترامب ضربا حسابيا وكل ما يفعله محسوب لكي يتمكن من الفوز في الانتخابات أعتقد أنه في هذه المرة قد أقدم على رهان الخاطئ موضوع رهان الخاطئ أيضا على ما يبدو موجود حتى في دهنية الحزب الجمهوري فاكسي نيوز لديها استطلاعات وهي القناة المقربة من دونالد ترامب تعطي تراجع لدونالد ترامب 12 نقطة مقابل بايدن موقع بوليتيكو يتحدث أيضا عن إمكانية خسارة دونالد ترامب ببعض الولايات الجمهورية الخالصة والتي قد تدفع في مكان ما للطرح بخيار انسحاب دونالد ترامب كلها كيف يمكن أن نعلق عليها دكتور محمد مارندي بالنظر إلى أن شكل الولايات المتحدة الأمريكية شكل سياساتها الخارجية في احتمال كثير أن يكون هناك تغير إذا ما خسر دونالد ترامب أمام الحزب الديمقراطي أو حتى كل الولايات المتحدة الأمريكية في جوهرها في هويتها البعض يتخوف أنها ستتغير ما بعد هذه الانتخابات في نوفمبر المقبل مشددنا لا يصلني الصوت بوضوح لكن قبل الحديث عن مسألة السياسة الخارجية اسمح لي أن أؤكد على بعض القضايا الأساسية بداية لا أعتقد أن السياسة الخارجية محطة تركيز واهتمام كبير بالنسبة للشعب الأمريكي هذا على المستوى التقلدي ما خل الأوقات التي حصل فيها بعض الأزمات الكبرى التي كانت تلم شمل الشعب الأمريكي لكن لا أعتقد أنه من الآن حتى الانتخابات ستبرز أي ملفات خارجية ستشد انتباه الشعب الأمريكي إلا وحصل تطورات حاسمة وإن أراد مثلا ترامب أن يحدث أمرا يلهي الشعب عن همومه الداخلية من خلال اتداء على بلد آخر ولكن ذلك لن يجدي نفعا في السابق الرؤساء الأمريكيون عندما كان قبل الانتخابات لكن ترامب يواجه بلدا منقسما بصورة عمودية بين هؤلاء الذين ينتقدوها الذين يكره وهؤلاء الذين يدعموه ومن يكره لن يدعمه في أي ظرف كان وحتى إن أقدم على أي ضربة عسكرية سيعتبر هؤلاء أنه يلجأ إلى ذلك كمسوغ يعزز موقفه في الانتخابات والأمر سيزيد الأمر سوءا بالنسبة إلى ترامب لسيما على ضوء الصعوبات الاقتصادية لكن بالعودة إلى وقع الأحوال في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة وإن كان ترامب يبدو متأخرا في بعض الاستفتاءات لسيما في تلك الولايات المتأرجحة التي لا تبدو نتيجة محسومة فيها وقد تحدد مستقبل الانتخابات كما تسمى الولايات التي ستشكل أرض المعركة بعض الولايات محسومة للديمقراطيين والبعض الآخر محسومة للحزب الجمهوري لكن الولايات المتأرجحة هي محط كل التركيز في الوقت الراحل الأمور لا تبدو إيجابية جدا بالنسبة لترامب لكن يجدر بنا أن نبقي بعض الأمور قد الحسبها أولا ترامب متحدث ومخاطب أفضل بكثير من بايدن أحببنا ذلك كاملا فبايدن قد برهن عن تراجع كبير في قدرته الخطابية والبعض يعتقد أنه حتى مصاب بالخلط أو بالجنون أو الشيخوخة المتقدمة بالتالي أعتقد أنه في حال مواجهة حية ومناظرة حية بين المرشحين لا أرى بايدن يفوس في هذه المناظرة صحا صراحة حتى وإن كان يملك بعض الحجج التي تبدو أفضل من ترامب لأن عرضه لهذه الحجج سيكون أسوأ هذه هي الميزة النفسية لترامب لكن مجددا لا يمكن أن نحصم الأمن نظرا لجائحة كورونا والانقسامات الحاد وإن كان الجميع سيتفق حتى على كفية عقد هذه المناظرة الرئاسية المنتظرة لكنني أعتقد أن الديمقراطيين يخفون بايدن بقدر المستطاع عن العلال لأنه بكل بساطة غير قادر على ترويجه لنفسه في سجل ترامب لكن مع ذلك بعض القضايا سلبية بالنسبة إلى ترامب في حال خرج جاحت كورونا عن السيطرة بصورة أكبر والوضع يبدو قاتل أفضلات المتحدة الأمريكية ويبدو أنها أرض واضح دكتور مارندي سامحني على المقاطعة ووضع السياسة الخارجية لم يكن وضع سؤال وإنما بقدر ما هو تلميح للاستفادة ربما إذا ما تغير دونالد ترامب بالانتخابات طبعا لكن أجبت على جوهر السؤال في الوضع الداخلي ببات المتحدة الأمريكية ونقطة مهمة جدا بأنه إذا خسر دونالد ترامب سيخسر أمام دونالد ترامب وليس أمام جو بايدن بالنظر ربما للأزمات التي واجهت دونالد ترامب وليس بفضل يعني يعني وفر حظ المرشح المقابل سنقف هنا وسنفتح نقاش لو علاقة بسياسة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران من بوابط الاتفاق النووي إضافة للعلاقة مع الترويكا الأوروبية انطلاقا من هذا الاتفاق وإياك دكتور مارندي ودكتور باولو بانشيراك ومشاهدين ولكن ستوقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية تفضل ورجاء بالبقاء معنا ألا بكم الجديد في المسائية من الميادين على الرغم من أهمية الاتفاق النووي لكل أطرافه برزت عقب الانسحاب الأمريكي منه نقاط وخلاف بين الترويكا الأوروبية وطهران فالدول الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبالرغم من وعودها بتنفيذ التزاماتها خضعت للضغوط الأمريكية وهو ما اعتبرته إيران فشلا سببه العجز التام أمام البلطجة الأمريكية الترويكا الأوروبية قدمت مشروع قرار لمجلس حكام الوكالة الذرية طالبت فيه إيران بالسماح بتفتيش موقعين نوويين قديمين في تناقض واضح مع بنود الاتفاق التي نصت على عدم العودة إلى الوراء بهذا الخصوص وكان الترويكا موقف مشترك مع واشنطن بشأن تمديد حظر السلاح على إيران حيث أعربت عن قلقها من رفع الحظر ودعت إلى إبقائه حتى عام 2023 كما لم تنجح الدول الأوروبية في تفعيل آلية التبادل التجاري أنستيكس خوفا من تعرض الشركات الأوروبية لعقوبات أمريكية كما فند وزير الخارجي الإيراني محمد جوالد ضريف مزاعم الدول على أن بلاده فعلتها ستة مرات على الأقل هذا يدفعنا إلى أن نرفض في أيضا خط بياني بأنه منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترام من الاتفاق النووي تتجه الأمور إلى مزيد من الخلافات بين إيران والأوروبيين الخاضعين لإرادة واشنطن ولم يؤدوا التزاماتهم إذن كما قلنا للحفاظ على اتفاق كما يكشف الدور المشبوه للوكالة الدولية ضرورة التصدي لهم بحزم محمد بو عبدالله نعم للتعاون مع الوكالة الدولية قالتها إيران مرارا وتكرارا لكنها ترفض أن تكون مطية للتجسس بذريعة تفتيش منشآتها النووية خط أحمر شدد عليه الرئيس الجديد للبرلمان محمد باقر قلباف وفي تشديده تلميح إلى تورط الوكالة آخر وفد لها كان معه جهاز للتجسس بحسب الأمن الإيراني والعثور عليه عزز اعتقاد الإيرانيين بأن مهمة وفودها خلال الأشهر الأخيرة كانت تجسسية في الأساس تصاعد الخلافات مع الأوروبيين حول الالتزام بالاتفاق النووي كان له أيضا نصيب من جلسة البرلمان نقف بحزم ضد المطالب المفرطة للوكالة الدولية نطالب وزارة الخارجية الإيرانية بتطبيق السياسات المعتمدة للحد من الالتزامات في خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن إيران هي من أخلى بالتزاماته النووية بل أمريكا ترامب هي من تنصل من الاتفاق هي حليفة الأوروبيين الذين لم يكونهم أيضا بالكامل ملتزمين ولو حتى بالشيء القليل لم يتخلف وزير الخارجية محمد جواد ضريف عن تذكير الأوروبيين فقد فندم زاعمهم حول الناقض لخطة العمل في تغريدته أكد تفعيل آلية فض الخلافات معهم ست مرات على الأقل ناشر الرسائل تؤيد ما يقول وفي كل مرة كانت إيران تحيل نقاط الخلاف على اللجنة المشتركة أما الوكالة الدولية فكان وصول رفايل ماريانو جروسي إلى إدارتها منعطفا للإنحياز الكامل للأمريكيين وباتت خاضعة لإدارة ترامب تقريرها مثل وجهة نظر واشنطن بالكامل ما دفع طهران إلى الرد عليه بشدة لكن أمريكا التي تريد منظمات دولية متواعة لا تكتفي بذلك بل تحاول أيضا تمديد حضر السلاح على إيران في مجلس يمتلك فيه غيرها حق النقض لأي قرار نرحبا جديد بضيفينا دكتور باولو فانشيراك معنا من واشنطن والدكتور بحمد مارندي معنا من تهران وإياك استأنف النقاش دكتور مارندي على أمل أن تكون تسمعنا بشكل واضح الحلقة التي يمكن أن نقول متبقية بين إيران والاتفاق النووي هو موضوع العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوانين لو سماحت انطلاقا من مدير الوكالة الحالي وشبهات التجسس التي تحوم حوله وفقا لما تطرحه أيضا تهران والأداء الأوروبي قد يبدو سؤال ملحا ما مصير الاتفاق النووي من الوجهة الإيرانية بناء على مفاهم تعتقد أنه من المجد أن نستعيد بعض من التاريخ منذ إطلاق هذا الاتفاق النووي والولايات المتحدة الأمريكية كانت تنتهكه بصورة مستمرة حتى في ظل إدارة أوباما حيث تمدت الولايات المتحدة الأمريكية قانونا شكل انتهاء لهذا الاتفاق وبعد ذلك الكثير من الاتزامات الأمريكية سقطت ولم تستو فيها إدارة أوباما مثلا النظام المصرفي الإيراني لم يكن يوما مرتبطا بالمنظومة المصرفية الدولية حتى اليوم الآخر من رئاسة أوباما لكن الإدارة الأمريكية وصلت إرجاء الأمور للقاء على ضغوط المفروضة على إيران لكن إيران من اليوم الأول بقيت ملتزمة إلى حد كبير وبصورة متكررة أكدت بيانات الوكالة الدولية أذرية على ذلك وهي مطروحة في الموقع الإلكتروني بالتالي من المقام الأول وإيران كانت ملتزمة بصورة كاملة بمجباتها المضمنة في هذا الاتفاق ناوي ثم مع وصول ترمب إلى السلطة بالطبع تتعدد الأسباب التي حددت بترمب للخروج من هذا الاتفاق وأحدها معروف ومفاده أنه كان يكره أوباما ويريد أن يتخلص من كل التزام قطعه أوباما لكن أعتقد أن أسبابا أخرى تدخل في اللعبة وسنترك الأمر لنقاش آخر لكن في نهاية المطاف المهم هو أن ترمب قرر أن ينسحب من الاتفاق بعد إذ وعد الأوروبيون إيران أنهم سيجدون حلا وطلبوا من إيران أن تبقى منتزمة بالاتفاق إلى أن يجدوا طريقا تسمح لهم بمواصلة لفعب التزاماتهم من دون مشاركة الأمريكيين إلا أن الأوروبيين لم ينبسوا ببنت شفا وانتظر الإيرانيون لسنة ونصف السنة حيث كانت إيران ملتزمة بصورة كاملة بشميع مجيباتها في حين أن الأوروبيين لم يلتزموا بأي من الاتزامات الأحدى عشر التي سقطت دكتور مراندي أنا أعتذر على المقاطعة وأنا أقدر الإحاطة التي تقدمها عذرا في هذا السرد لالاتفاق النووي والذي يعني نحن وصلنا إلى نقطة مركزية أو مفصلية وهو ما أسألك عنه بالنظر لما قاله سيد قليبوف اليوم إلى أي حد إيران ستكثر آخر المراكب مع هذا الاتفاق مصير الاتفاق من الوجهة الإيرانية ما هو بالنظر لكلام قليبوف دكتور مراندي فالواقع لقد رفت بهذه المقدمة لكي نفقها طبيعة السياق انتظر الإيرانيون لسنة ونصف السنة ومن ثم في خلال مراحل خمس خفضت إيران مستوى التساماتها لمبادلة الدول الغربية بدغوط ومع ذلك لم يفعل الأيروبيون شيئاً بالتالي الأيرونيون يواجهون هذا الابتعاد الكامل عن الالتزامات من جانب الأطراف الأخرى والتي لم تلتزم إلا بمسألة واحدة وهي ابقاء صلاحية التفتيش المقدمة الوكالة الدولية للتقاثرية على أوسع نطاق ممكن مقارنة مع أي بلد آخر لكن ما يحدث الآن في ظل البلمان الشديد هو أن الإيرانيون بدأوا يشعرون بفقدان الأمل ويعتبرون أنه ما بإمكان أن نواصل هذا الدرب ولا مناصة من ذلك في حل واصل الأوروبيون والأمريكيون عدم احترام التزاماتهم لا فائدة من مواصلاته هذا الاتفاق ونرى بالطبع أن رئيس البلمان لم يتحدث عن أي تبدل في السياسة بعد لكن إيران قالت بصورة واضحة أنه في حال حصول أي تغديل إضافي على الاتفاق نوي ستستقل إيران منه مثلا في حال رفعت الولايات المتحدة قرارا لمجلس الأمن وتمكت من تمريره مثلا بالنسبة إلى توسيع نطاق الحظر على الأسلحة المفروض على إيران تعتبر إيران أن الأمر قد منقضى لا حاجة لهذا الاتفاق نوي وبالطبع الأمر مستبعد إلى حد بعيد أي أنه من المستبعد أن تقبل روسيا وصين بهكذا قرار على مستوى مجلس الأمن بالتالي الطريق الممكن للمضيق قدما بالنسبة لأمريكيين هو واحد وهو من خلال الفرض المستمر على الأوروبيين وعلى الأرجح الحلقة الأضعف فالآن هي بريطانيا أشك في أن الفرنسيين والألمان سيقبلون بذلك لكن حتى الآن البريطانيون قالوا أنهم لن يثعنوا لكن ذلك غير مؤكد وفي حال حصل أي تبدل كما قلت الاتفاق سيكون قد انقضى فإيران لن تقبل بأي تغيير على الاتفاق وأنه بعد سنتين أعتقد أن الأوروبيين والأمريكيين باتوا يقرون بأن إيران بكل بساطة لن تعيد تفاوض على الاتفاق فقالت إيران أننا قد أعطينا أكثر من المطلوب ومن اللزوم من التنازلات وبرهنا عن قدر كبير من أنية الشهيدة والشركاء قد قاموا بطعننا بالظهر ولن نقدم أي تنازلات إضافية لمشارد أن أمريكا تحاول أن تمارس تنمور بحق إيران لكن أنا أعتقد أن الإيرانيين بكل حال يشعرون وأن في نهاية أن نفق نورا واضحا فيعتقدون أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف في بلد المتحدة الأمريكية بصورة جزئية نتيجة لجائحة كورونا المستشدة وكذلك نتيجة المشاكل التي ألمحته إليها سابقا بالحديث عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي احتفت كل تلك الفقاعات والاختلالات على المستوى الاقتصادي والتي كشفت جائحة كورونا نقاب عنها هذا يؤدي بدوره إلى أزمة إقليمية حتى في السعودية وفي بلدان أخرى في المنطقة بالنسبة إلى عائدات هذه البلدان من القطاع النفطي ويؤدي ذلك إلى إضعاف هذه البلدان بصورة كبيرة وفيما نمضي قدما في الأشهر المقبلة يعتقد الإيرانيون أن الظروف في تلك البلدان ستزداد صعوبة بصورة مضطردة والأمروسيان بالنسبة إلى ورد المتحدة الأمريكية وأوروبا فالقارتان في حالة صعبة إيران جاءت أخرى بسبب العقوبات وهنا المفارقة بسبب العقوبات إيران لم تتضرر بقدر البلدان أخرى في خلال جائحة كورونا لأن عائدات النفط في إيران كانت أساسا في مستويات متدنية وأساسا إيران لم تكن تعرف قطاعا سياحيا أو قطاع سفر مزدهر الأطراق تضرروا السعوديون تضرروا بشكل كبير والإماراتيون والأمريكيون لكن إيران لم تتضرر إلى هذا الحال بالطبع تأثرت نتيجة لجائحة كورونا المستجدة وعلى المستوى الاقتصادي لكن لا يضاه هذا الضرر مع الضرر التي لحقها بالبطان الأخرى نتيجة للعقوبات بالتالي يعتقد الإيرانيون أن الوقت حليفهم وأن الاقتصاد الإيراني قد تمكن من التكيف بشكل كبير مع الظروف نتيجة للعقوبات والإيرانيون على رغم من المدار التي حلت بهم قادرون على الصمود وقد نشهد على أشهر صعبة قد نشهد على بعض المظاهرات ومشاعر الضغط في البلاد كأن الإيرانيون قد تمكن من الصمود قد المستطع أنا سمجج رأي دكتور باولو فانشراك بكل ما قدمت بطرحه بالنظر إلى موضوع الوكالة الدولية الطاقة الذرية استخدام إدارة دونالد ترامب هذه الوكالة ممثلة بشخص مديرها الجديد رافيال ماريانو يوضع علامات استفهام حول الشخصية هو يحظى بدعم الوات المتحدة الأمريكية وفي جلسة انتخابه العام الماضي كان فيه انقسام على غير العادة بين الأوروبيين بتسمية الشخصية ما الذي تريد الوات المتحدة الأمريكية أو كيف يمكن الرد على مثل هكذا طرح بأنه في محاولة لوضع اليد استثمار الوكالة بمديرها بالعودة إلى أمور خارج الاتفاق النووي وورقة العمل أي ما قبل عام 2003 بالحديث عن موقعين نوويين إيرانيين مهما كان دور الوكالة الدولية التقذرية لم يكن يوما محوريا في كل ما يحدث لكان محوريا بالطبع لو كانت الأطراف كافة تثق بصورة كاملة بالوكالة بالنسبة إلى تفتيشاتي وتقديم خدمات الإشهاد بطريقة عادلة ومنصفة وكان الجميع مقتنعا بما يصدروا عن هذه الوكالة لكننا تحدثوا بكل حلم الأحوال عن السياسة الدولية والدول المختلفة تسعى إلى كسب مزيد من النفوذ على مستوى هذه المنظمات الدولية وليست هذه المنظمة المعنية بالقرار نهائي القرار يأتي من واشطن من العواصم الأوروبية ومن طهران ومن الواضح بصورة كبيرة أنه منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق وسحب الدعم الأمريكي لهذا الاتفاق قضى الهدف الأمريكي بإجبار إيران على ألف عام من خلال إتباق الخناق الابتصادي عليها وإجبارها على تفاوض على واثقة أخرى وربما بعض المحلين يعتقدون أن هذه الخطوة هي خطوة غبية والبعض الآخر يعتبرها خطوة ذكية لكنها الخطوة التي انتهجتها سياسة الأمريكية ولم نرى أي تقدم منذ أن أعلن وزير الخارجية بومبيو عن قائمة المطالب التي تريد أمريكا من إيران أن تنفذها لكي تستأنف العمل بهذا الاتفاق لم نشهد على أي تغييرات أما بالنسبة إلى الأوروبيين وهذا هو محور نقاشنا اليوم الوقع في البداية بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق قال الأوروبيون أن نريد انقاذ الاتفاق وسنبدل قصار الجهد لفعل ذلك لكن يبدو لي أنه رويدا هذا الاتفاق ينهار ولأسباب عدة نرى الخطوة الأخيرة التي أعلن عنها المنصق الأوروبي لشؤون الخارجية كيف أنه قد حصل على طلب من الإيرانيين لتفعيل آلية لتحكيم الدولي بهدف حل مجموعة من القضايا غير المعلنة وحلها بصورة ناجحة لكي يشري استكمال العمل بهذا الاتفاق وهي دلالة أخرى على أن هذا الاتفاق تصدع في أماكن عدة وكثيرة لا فكرة واضحة لدي تسمح لي بأن أتكهن كيف ستنتهي الأمور وأستبعد أن تكون النتيجة محمودة إيران لا ترضى ولست سعيدة بالعقوبات الأمريكية والأوروبيون غير صعداء بانسحاب أمريكا من هذه الاتفاقية لكن من المنطلق نفسها الشركات الأوروبية لا تريد بالطبع أن تكون في مرمى العقوبات الأمريكية وتعرفون كل تفاصيل السياق الأخرى الوضع غاية في التعقيد لا أعرف ما الذي يدور داخل الأوسط المغلقة في إيران لكن كل ما أسمعه لا ينذر بالأخبار الطيبة وربما نظرا لألعباء الكبيرة لهذه العقوبات وللعبئ الإضافي الذي حل نتيجة لكوفيد-19 الوضع الذي كان أساسا سيئا لم يتحسن لكن أن نقول إن الوقت هو حليف إيران سرح لا أصدق ذلك ولا رأي لا يتفيد على المدى طويل إيران ستغلق أن أتقدم أريد أن أسمع رأي دكتور مارندي بما تفضلت بطرحه وموضوع تجسس الوكالة كيف تمظهر أو كيف يمكن أن نرى ارتداداته دكتور مارندي وكالة دولية الطاقة الذرية بشكل سريع لطفا بناء على مساماته من مداخلة الضيف لا أعتقد صراحة أننا سنسمع بأي أخبار طيبة على مستوى تعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تشكل جهاز مستقلا وبات تحت نفوذ أمريكي كمير حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أجبرت المدير العام الجديد لهذه المنظمة على فرض مزيد من الضغوط على إيران في المقابل اختلف مع القائلين إن إيران لا تتمكن من الصمود وتكيف فهي أصوانا نسمعها منذ 41 عاما حيث يعتبر البعض أن إيران لا تتكيف ولا تتمكن من الصمود لكن إيران قد برهنت أنها أكثر من قادرة وفي الواقع على مرئة وثقالية الماضية لرغم من العقوبات رأينا كيف أن الحلفاء أو الوكالاء الأمريكيين كانوا هم من يواجهوا صعوبات كن ذلك في اليمن في سوريا من العراق أم حتى في بلدان شمال إفريقيا أو في أفغانستان بالتالي صرحة لا أعتقد أن العقوبات قد تمكنت من إحداث ذاك الأثر الذي أرادت أمريكا أن تحققه بالطبع نشهد على تصاعد في توترات بين التكتل تركيا القطري والتكتل الإماراتي السعودي وهذا سيؤدي لاستنفادي مزيدا من الموارد التي بدأت تشح في هذه البلدان وفي خضام هذه الأزمات لكن اسمح لي أن أضيف مسألة أخيرة الولايات المتحدة الأمريكية ما عاد تفرض العقوبات على إيران في حسب اليوم بل تفرض العقوبات كذلك على روسيا وصين وفنسويل تفرض العقوبات على جملة من البلدان وبذلك تثير الكثير من القسامات العميقة على مستوى صف في المجتمع الدولي وتوالد بالتالي حافزا لهذه البلدان لكي تصطفى معا الآن الصينيون الذين يواجهون أضغط الكبرى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى تحلفات فتقاربوا من إيران والأموسيا بالنسبة إلى روسيا بالتالي سياسة الأمريكية قد فاشلت إلى حد كبير وأعتقد أن التي انتهت الأمريكية قد بالغت إلى حد كبير في استغلال أدات العقوبات وقد استنفدت الفائدة من هذه العقوبات حيث انتقلت من بلد لآخر وسيزداد العمر صعوبة والصين أساسا أكبر من أن يسقطها الأمريكيون من خلال العقوبات فالعقوبات المفروضة على الصين لن تدفع الصين نحو إيران أكثر فحسب ونحو روسيا أكثر فحسب وتلك البلدان التي تواجه بدورها العقوبات الأمريكية بل أن هذه العقوبات تلحق تركب بصورة أمريكا بالتعاون استراتيجي بين إيران والصين سامح ننتهى الوقت بالكامل دكتور محمد مارندي أساد العلم السياسية في جامعة طهران كنت معنا من العاصمة الإيرانية جزيلا شكر لك وجزيلا شكر لك دكتور باولو فانشيراك مدير معهد سياسة الدولية في واشنطن كنت معنا العاصمة الأمريكية شكرا جزيلا لضيفينا بهذا نسل الختام المسائي نذكركم بعناوينها في يوم الاستقلال الأمريكي تصعيدوا للحراك الشعبي إحراقوا على مي البلاد والكونفدرالية والجمهوريون قلقون من ربط ترامب العنصرية خالبوف يتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستكمال التجسس لمصلحة دول أخرى وتصاعدوا الخلاف الإيراني الأوروبي فما هو مصير الاتفاق النووي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدارة رافايل ماريانو استرزاز وخضوع لإرادة واشنطن المتمسكة بتمديد حظر السلاح إلى طهران دائما للمزيد من الأخبار والتقاريض ضفة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميادين دات نت ضفة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر